خبر أخير معنا النهاردة وفي إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال ضبط الخارجين على القانون وحائز الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية قامت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام وكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيح حملات أمنية بتنسيق مع قطاع الأمن المركزي في كافة محافظات الجمهورية أسفرت عن مجموعة من الضبطيات خلونا نتابع هذا التقرير عن هذه الجهود الملموسة والمحسوسة طبعا وبعد هذا تقرير مشاهدين الكيرام فاصل قصير وكون في انتظار حضراتكم للحديث أكثر عن قرار أو أول قرار لوزارة القوى العاملة ولجنة وإنشاء لجنة للمساواة بين الجنسين كثيرة هي النتائج التي تحققها الأجهزة الأمنية في سبيل إرساء الأمن ودعائم لاستقرار فعلى مدار إسبوع استهدف قطاع الأمن العام بتنسيق مع مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزي 66 بؤرة إجرامية ضبط فيها 605 متهمين بينما نجح في ضبط 1023 قطعة سلاح ناري في مجال ضبط الأسلحة النارية غير المرخصة وورشتين لتصنيع الأسلحة النارية وخلال إسبوع تم ضبط 32 تشكيلا عصابيا ارتكبوا 168 حادث سرقات وإعادة 28 سيارة مبلغ بسرقتها وكشفهم 43 حادثا متنوعا وتنفيذ 458 ألفا و746 حكما قضائيا متنوعا من بينها 298 ألفا و117 حكم غرامة ومخالفة ونجحت الأجهزة الأمنية على مدار إسبوع في تأمين تنفيذ إزالة 7743 حالة تعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وفي مجال ضبط المخالفات المرورية نجحت الإدارة العامة للمرور تنصيقا مع فروعها الجغرافية ومدريات الأمن في ضبط 281 ألفا وتسعمائة وسبع عشرة مخالفة الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة وتنصيقا مع مدريات الأمن وعلى مدى إسبوع ضبطت 6908 قضايا في مجال التلاعب بدعم المواد البترولية والضقيق والسلع التموينية وسلع غذائية منتهية الصلاحية الإدارة العامة لشرطة الكهرباء تمكنت من ضبط 62351 قاضية سرقة طيار كهربي ومخالفة لشرط التعاقد بلغ إجمال المبالغ المحصلة في هذه القضايا 43 مليون و114 853 جنيها لصالح خزانة الدولة الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم استطاعت ضبط 1532 قاضية تهرب من ضرائب عامة وعقارية وقيمة مضافة وكذلك رسوم جمركية وبلغ إجمال المبالغ المسددة فيها لصالح خزانة الدولة مليون و124 315 جنيها الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة نجحت في ضبط سبع قضايا في مجالات تحويلات مالية غير مشروعة وتهرب جمركي واختلاس واستلاء على المال العام وغسل أموال وكسب غير مشروع بقيمة بلغة 8 ملايين وخمسمائة وست وثمانين ألفا وخمسمائة جنيها الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات وفي مجال عملها تمكنت من ضبط خمسة تشكيلات عصابية ارتكبوا سرقات مهمات مصلحية ونشل وضبط 2550 قاضية متنوعة وعلى مدار إسبوع تم ضبط 395 قاضية في مجال حماية المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات تمكنت من ضبط 10192 قاضية في مجال الثروة السماكية وحماية البيئة والملاحة الداخلية ونهر النيل ومنافع الري والصرف وإزالة تعديات كما أمنت 1307 لانشات وبواخر سياحية وفي إطار المواجهة والتصدي الحاسم لتجار ومروج المخادرات نجح جهود الإدارة العامة لمكافحة المخادرات وخلال إسبوع في ضبط 1080 قاضية بـ 1221 متهما بحوزة كميات متنوعة من المخادرات الإدارة العامة لأمن الموانئ وفي مجال عملها تمكنت من ضبط 21 قاضية تهريب إضافة إلى ضبط 503 قضايا متنوعة وعلى صعيد حماية إرس مصر الحضاري من الآثار فقد استطعت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار ضبط 3667 قاضية حفر وتنقيب وتعدي على أراضي آثار وحيازة آثار